في أوائل سنة 2016 الجوبرو كامبني خادت القرار انها هتدخل في مجال الدرونز مجلس الإدارة قاعد مع بعضه وتفاهمه وقاله ان سوق الدرون عمال يجبر ويوسع فخلينا ندخل في مجال الدرونز ونصنع جوبرو درون جوبرو درون لأ درون جوبرو كده أفضل المهم انه هما ما تأخروش وفعلا صنعوا درون وسموه كارما درون كارما درون هو درون خاص بالجوبرو هي الشركة اللي صنعته ونزل الدرون السوق وهنا كانت الكارسة الكبرى حصلت مشاكل كتيرة قوي من الدرون دوت وكان فيه مشاكل في الجي بي اس واليوزرز اشتكوا وناس اشتريته وطلع بايز وكان فيه مشاكل كبيرة لدرجة ان الموضوع نزل في الجريدة وكانت فضيحة كبيرة جدا لشركة الجوبرو في وقتها الجوبرو اعتذرت عن الموضوع دوت وقالت ان هي هتعمل update للفيرموير الخاص بالدرون واعتذرت لكل اليوزرز اللي اشتروا الدرون وطلع فيه مشاكل في الجي بي اس واللي حصل له flyaway واللي ضع منه الدرون يعني ما كانوش عارفين يعمله ايه وبعد الحادث المؤسف والقليم دوت الجوبرو وقفت تصنيع الدرونز خالص وما عملتش اي اصدرات جديدة من ساعتها السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله الدي جي اي اصدرت من كام يوم FBV درون درون جديد System FBV يعني حاجة جميلة جدا والحقيقة لان الدرون هياخد وقته عبال ما يوصل هنا وقدت انا واخد القرار اني اشتريه انما الحقيقة غيرت رأيه قبل ما اقولك ان اغيرت رأيي ليه ونتكلم مع بعض سريعا عن الدرون احب الاول اقولك ان فيه نوعين من الFlying نوعين من الFlying اول حاجة الClassical Flying وتاني حاجة الDynamic Flying الClassical Flying والDynamic Flying الاتنين ممكن تطلع منهم نتائج سينيماتيك حلوة جدا ولكن ده شيء وده شيء تعالوا نشوف شوتين بسرعة كده حيوضحو لكم الفرق بكل سهولة بين الClassical Flying والDynamic Flying موسيقى موسيقى الClassical Flying عادة بيتعمل بدرون زي دوت دوت المافيك اير 2 والDynamic Flying بيتعمل بFBV Drone زي الدرون دوت دوت اكس هوفر بلاستر طبعا الفرق واضح جدا سواء المافيك اير 2 او الميني 2 او البرو 1 او البرو 2 كل الدرونز ديت درونز جاهزة حضرتك بتروح تشتريها يا دوب out of the box تعمل السيطب بتاعك تعمل update للفرموير تبتدي الطايرة على طول كل حاجة جاهزة والاهم من كده كمان انه هو automated يعني فيه حاجات كتير قوي فيه return to home فيه GPS فيه sensors فيه حاجات كتير حتخليك دايما محمي اثناء الفلايت بتاعتك وتقريبا كده المفروض انك متعملش اي نوع من انواع الف بي في درونز زي ما حضراتكم شايفين عبارة عن فريم او ريج وجوه الالكترونيكس وعليه اكشن كاميرا وكاميرا تانية وجوجل وكنترولر وانت بتطير كل حاجة manual مفيش اي حاجة automated وده بنسميه first person view لان كل حاجة بتبقى متشافة من الجوجل اللي حضرتك لبسها الدي جي اي زي ما حضراتكم شايفين قررت انها هتدخل في مجال الف بي في وعملت درون درون ثمنه 1300 دولار طبعا 1300 دولار في درون FBV سعر غالي جدا طبعا انا من المعروف عني ان انا يعني متعصب جدا لشركة الدي جي اي في شوية براندات كده بتطلط فيها من اول ما بتبتدي وبتفضل ماشي معاها يعني من الاول لحد الاخر علما بان ممكن يكون في براندات افضل ولكن خلاص براند الدي جي اي الجو برو خلاص انا طلطيت معاهم بس ده ما يمنعش ان انا ابدي بعض الاعتراضات او بعض الملاحظات على كل برودكت جديد بيطلع وخصوصا لما يكون في نياتي ان انا اشتري البرودكت دوت وبعد كده الاقي شوية حقايق صادمة تمنعني من ان ياخد خطوة زي ديت لو بصينا على شاكر الدرون زي ما حضراتكم شايفين كده حنلاقي اول حاجة من الويب سايت الخاص بالدي جي اي ان وزن الدرون دوت تمنمية جرام تمنمية جرام دي تقيل قوي الدرون علما بانه FBV والبفروض ان حجمه صغير ولكن في الصورة وفي الريفيوز اللي انا شفتها باين ان هو مش بورتبل يعني ماينفعش يتحط في شنطة مثلا الا بقى لو حيصنعه افتر ماركتس مثلا باكباك او حاجة انما فعلا الدرون ماينفعش يتحط في اي شنطة ثانيا زي ما حضراتكم شايفين الدرون ماينفعش يركب عليه اي اكشن كاميرا هو فعلا عليه كاميرا واحدة بس ولكن الكاميرا ديت يعني علما بان هي مقبول وان فيها وانها فور كيس كيستي فرين برساكند ولكن انت مازلت محكوم بكاميرا واحدة يعني المفروض كان يتعامل اي مونت لاي اكشن كاميرا يعني وجود الاكشن كاميرا في الاف بي في شيء مهم جدا خصوصا ان السيتنجز فيها هتكون يعني متنوعة اكيد طريقة اكتر من الكاميرا ديت بكتير كمان الدرون نازل بيشتغل مع جوجل دي جي اي جوجل اف بي في جوجل فيرجين تو طيب جوجل فيرجين 1 هل بتشتغل على الدرون دوت هل كومباتيبل معاه للاسف الشديد مش كومباتيبل معاه الريموت كنترول اف بي في دي جي اي هل كومباتيبل مع الدرون دوت برضه مش كومباتيبل معاه يعني فيه كده حركة كوميرشل مش نديفة من الدي جي اي وهي انه هو عامل توب باكيجيز من الدرون باكيج كومبو اللي معاها كل حاجة وباكيج عادية اللي هي الدرون بس طب لما انا اجي اشتري الدروم بس وانا عندي الجوجل version 1 وعندي الريموت version 1 هعمل بي ايه يعني ما هو مش هيشتغل عليه فاذا انا مجبور ان اشتري جوجل version 2 ومجبور ان اشتري الريموت version 2 كمان يعني لابس لابس علما بان الكمبو باكيج اللي ب1300 دولار ما فيهاش غير بطارية واحدة بس ولكن الدي جي اي الحقيقة عاملة شوية options كده زيادة لو عايز تشتريها زي الدي جي اي موشن كنترولر زي الدي جي اي اف بي في فلاي موركت بطاريتين زيادة وشاحن زي بطارية واحدة لو عايز تشتريها البطارية الوحدة بتتكلف 159 دولار والاف بي في فلاي موركت بيتكلف 300 دولار او 299 دولار بالزبط والموشن كنترولر اللي هو ملوش اي لازمة من وجهة نظري ب199 دولار ممتاز اي بلاتفورم او اي ريج اف بي في بي بيبقى عبارة عن فريم طبعا اهم حاجة في الاف بي في هو الفريم بتاع حضرتك الفريم لازم يكون فريم محترم والحقيقة ان 99% من الفريمز او الكربون فايبر فريمز اللي بيستخدموها في الاف بي في هي فريمز متينة جدا لان ما ينفعش ان الدرون يقع منك او الكواد يحصل له كراش او يقع على اسفلت او يدخل في كونكريت او يقع على الشجر ويتكسر منك من اول مرة انت هتعمل كراش هتعمل كراش في الاف بي في لا محالة في ذلك وعشان كده بينصحه اي حد عايز يدخل في الاف بي في انه يقضي وقت كفاية على السيميوليتر بحيث انه يدرب نفسه ويكون فاميليار مع المسلز ماموري بتاعت الصوابع علشان يقدر يتحكم في الدرون مظبوط لان زي ما قلت لحضراتكم كل حاجة مانيول علشان كده غالبا والمتعرف عليه ان 90% من الربليسمانت بارتس بتكون هي البروبيلرز او المراوح اللي ركبة على الفريم زي ما حضراتكم شايفين لازم يكون معاك بروبيلرز كتير قوي لان تقريبا هو ده الشيء الوحيد اللي بيتقاذى في الدرون يعني كل فين وفين لما تتقاذى حاجة تانية وتضطر ان انت تعمل سولدرينج بسيط او تغير الكترونيك وغالبا الحقيقة ده ما بيحصلش انما لما تيجي تبص للدزاين كله بتاع الاف بي في دي جي اي تحس ان الدزاين يعني لو دخل في حاجة او وقع على حاجة حيتضمر وحصلت الحاجات ديت وشفت ليها فيديوهات من الناس مشهورة جدا في مجال الاف بي في وحسيب لحضراتكم لينك الفيديوهات ديت في الديسكريبشن تحت الفيديو باي بتعالوا نشوفي الدي جي اي بقى قيلة ايه على موضوع الريبليسمانت بارتس دوت زي ما حضراتكم شايفين الريبليسمانت بارتس دي جي اي قيلة عليه ان لو الدرون يعني بعد الشر ضاع من حضرتك او وقع انكسر او وات ايفر ممكن تشتري درون ومعه بطارية بسبعمية تسعة وتلاتين دولار اللادنجير لو اكسرت ممكن تغيرها بتسعتاشر دولار الجيمب الكاميرا ممكن تغيره بمية تسعة وعشرين دولار توب شيل ممكن يتغير بخمستاشر دولار والبروبيلرز كمان بخمستاشر دولار الدولارات كتيرة يوي في الموضوع هل معنى كده ان الدرون دوت درون سيق او الدي جي اي يعني ما اخترتش صح او ما صممتش صح بالعكس هي صممت صح جدا وفكرت صح جدا ولكن الدرون دوت يعني ما يعتبرش ريال ايف بي في مش ريال ايف بي في اي اي بايلوت سواء كان بيطير فري ستايلينج او بيطير سري دي او بيطير السينيماتيك مش هينفع يستخدم الدرون دوت اول حاجة مثلا لان الستباليزيشن سيستم الموجود في الكاميرا الخاصة بالدرون هو نفس الستباليزيشن سيستم الموجود في الاسمو اكشن والاسمو اكشن انا جربتها في حالتين جربتها في بيرسونال شوتينج وحياة عادية ديلي ديلي لايف وجربتها في الاف بي في والحقيقة ان حتى بعد الابديت الاخير مازال فيها جيلو افكت وبتتأثر من الفيبريشن حتى والاستباليزيشن شغال تاني حاجة انت محدود بالكاميرا الموجودة في الدرون الكاميرا اللي انت بتستخدمها كVTX او ان هي تعمل ترانسميشن بين الفيديو بسيجنالز علشان تبقى شايف وانت طاير هي نفس الكاميرا اللي انت بتسجل عليها وده شيء انا مش برجحه انا برجح ان يكون عندي الحرية ان اختار الاكشن كاميرا اللي انا عايزة استخدمها سواء كانت جو برو 9 او 8 او 7 التلاتة ممتازين جدا وفعلا هم دول اللي لازم تستخدمهم حتميا لو دخلت في الاف بي في تالت حاجة ويمكن اهم حاجة ان الدرون غالي جدا الف وتلتمية دولار درون ومع بطارية واحدة بس بتهيألي صعبة طبعا هتقولي ان الاف بي في العادي اللي سيوم باتري بتاعته ممكن تقعد من 4 دقايق ل 5 دقايق ولكن الدرون دوت هتقعد معاك 20 دقيقة والحقيقة ان هي مش هتقعد 20 دقيقة لانك مجرد مشتغلت على الاكرو مود او المانيوال مود الباور بتاع الدرون بيعلى والحركات بتاعته بتعلى وبيبزل افورت اكتر وحتلاقي ان البطارية اللي بتقعد 20 دقيقة ديت بتقعد لك بالزبط يمكن 15 دقيقة يعني من 12 ل 15 دقيقة انت محكوم انك لما تشتري الدرون تشتريه مع الجوجل وتشتريه مع الريموت كنترول مفيش اي افيلابلتي انك تشغله على الجوجل الموجودة عندك واحد زي عنده الجوجل فيرجان وان وعنده ريموت فيرجان وان لازم يكون عندي اختيار اني اشتري الدرون واعمله لينكينج على فيرجان وان ويشتغل عادي ولكن الدي جي اي ما عملتش كده وزي ما قلت لحضراتكم وزن الدرون تقيل جدا وغالبا اهم حاجة في طيران الاف بي في هو الوزن لازم الوزن يكون خفيف على قد ما تقدر والكلام ده هنتكلم عليه في فيديوهات جاية ان شاء الله لما ندخل في موضوع الاف بي في ان ديبس اكتر وزي ما قلت لكم الدرون ما يعتبرش من وجهة نظري ديورابل اطلاقا وحتشوفوا الكلام ده في الفيديوهات اللي حسيب لحضراتكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن الدرون مش ديورابل يعني الدرون معرض للانكسار ولكن الكربون فايبر فريمز او الرجز اللي احنا بنستخدمها في الاف بي في تعتبر اقوى منها بكتير جدا انما برضو في بعض المميزات الكويسة في الدرون دوت بسيطة ولكن كويسة وممكن تنفع اي حد مثلا الايزوفيوز سهل جدا انك تستخدمه لانك انت مجرد انك هتطلعه من الكارتونة بتاعته وتعمل سيت اوب وتعمل اوبديت فيرموير خلاص هتقدر تطير عادي ثانيا في حاجة اسمها البانيك بوتن او ريتير نوتو هوم والجي بي اس واللو باتري كل الحاجات ديت موجودة فيه حتى الفرونت والداون وورد اوبستاكل افويدنز السنسورز موجودة فيه يعني انت وانت بتطيره في النورمال مود كأنك بتطير بالضبط مافيك او فانتوم هتلاقي نفسك متأمن الدرون ممكن يعمل هوفر لوحده لو في حيطة قدامه السنسورز بتحسه بيقف لوحده فحتلاقي ان انت كأنك بتطير درون عادي جدا مفيش اي مشاكل كمان حتت ان الكاميرا فور كي سيكيستي فريم بر ساكنز وون هندرد ميجا بيتس يعني مش بطالة ولكن حتت الاستابلايز فوتج فيها كلام شوية لانه زيه مش زي الجوبرو حتت انه عاملك بطارية كمان 20 منتز هي الحقيقة مش هتكون 20 منتز غالبا الدي جاي لما بتقول 20 منتز بتبقى عاملة تست على البطارية في اندور انفيرنمنت وهوفر تست ما بيبقاش ريال فلاينج مفيش اي بطارية حتدوم معاك 20 منتز الا ازا كانت درجة الحرارة معقولة وزيرو ويند والكلام ده يكون طيران بنورمل او سينيماتيك مود مش سبورت مود او اكرو مود كمان حتة 10 كيلوميترز رينج تعتبر لحد ما كويسة للي حيشتري الدرون دوت واول مرة في حياته يطير اف بي في يعني الرينج معقول علما بان فيه كمان ريجز في الاف بي في هي تعتبر لونج رينج وممكن تجيب اكتر من 10 كيلومتر جزئية انه هو ريدي تو فلاي تاخده من الكارتونة تطيره مفيش حتة ان انت تعمل بيلدينج ولا تركب الكترونيكس ولا تعمل سولدرينج ولا تعمل بروجرامنج على البيتا فلايت ولا الكلام ده كله يعتبر للناس الجديدة ميزة خلاصة الكلام وخلاصة الموضوع ان الدرون ما يعتبرش ريال اف بي في وده مش كلامي انا ده كلام ناس تقيلة قوي في موضوع الاف بي في الدرون يعتبر انتري ليفل حد عايز يدخل في الاف بي في ولكن متخوف شوية مش عايز يكون معرض انه كل حاجة بيعملها خلال الفلايت بتاعته وخلال التصوير بتاعه تكون مانيول فعايز يكون محمي عايز حاجة يكون فيها سانسورز عايز حاجة يكون فيها ريتيرنتو هوم عايز حاجة لو حصل حاجة لقدر الله يتصرف في ساعتها ثانيا الدرون والدزاين بتاعه والشكل بتاعه يعني مش مناسب قوي انه هو ياخد هيفي دايفز او يعمل ريبنج لسمول جابس عملوها ناس والنتيجة كانت زي ما انتم شايفين كده حتت انه 1300 دولار بسم الله الرحمن الرحيم وبطارية واحدة يعني اوفر علشان كده عملت الفيديو البسيط داوت علشان لو انت واخد القرار انك تشتري الدرون داوت عايزك تقرأ عنه كتير قوي تشوف فيديوهات كتيرة قوي غير الفيديو اللي انا عامله داوت تعمل عملية ريسارش فعلا جامدة جدا وتشوف هل الدرون داوت فعلا هيقضي الغرض بالنسبة لك ولا لأ دا يعتمد طبعا على انت هتعمل ايه انت عايز بس الطير اف بي في فور فان ولا عايز تطلع السينيماتيك شوتس ولا عايزه مينلي للتصوير ولا عايز تتعلم الطيران عليه يعني لازم الاول تحدد اهدافك ايه ولكن انا بالنسبة لك محمد مش برجح الاف بي في درون خالص من الدي جي اي متأسف دي جي اي بحترمكم جدا ولكن لازم اقول الحقيقة لأ انا برجح الرج العادي هو فعلا متين جدا وبقدر اطلع بيه ريزالس بتبهرني وتبهر الناس اللي بتتفرج عليها انا اسف ان طولت عليكم في الفيديو دوت ما تنسوش لو عجبكم الفيديو وعجبكم الكونتنت بواجه عام تعملونا سبسكرايب وشير ولايك علشان القناة تكبر ونقدر نستمر في عمل المحتوى بتاعنا وتكبر الهواية وربنا يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته